معالم عمرانية مختلفة جمعت في هذه الغرفة الصغيرة التي تعود لصاحبها طاها خليل أحد سكان محافظة نينوى وبإمكانات بسيطة تفننت يدا طاها وهو من مدينة الموصل بصنع هذه المجسمات الفنية الغريبة والمميزة اشتريت خافض لسان اللي هو يسمى خشب يعني خافض لسان فجبت أول شي سويت بيها بيت بيت اللي هي صغيرة كل الشانت سويت بيت سويت شغلات قديمة يعني بالخشب وشوية شوية طورت نفسي يعني سويت برامج التيك توك اللي هي سويت البيج قمت أنشر بي ما شاء الله صار بي تفاعل كل الشبيرة بالبيج بالتيك توك فالأصدقاء والأهل والخوان قاموا يشجعوني بهذا الشي فطورت نفسي بهذا الشي فعني جاني عليه شغل هواية وحسب الطلب أول شي اشتغلت بيها مناط الحدباء الموصل واشتغلت جامع صدام الكبير واشتغلت جسر القديم اللي هي بالموصل عندنا فأول شي مثلت مدينة الموصل ثاني شي مثلت العراق كله أنا بأعمال الفنية والمجسمات شغلات وراثية قديم طاه أحب عمله فأتقنه وأبدع فيه وروج له على منصات التواصل الاجتماعي كما شارك في عدة مهرجانات لعرض أعماله الفنية اليدوية طبعا أنا قمت أشارك مهرجان السلام مهرجانات هواية بالموصل ألف الحمد للعندي شاهتين أنا يعني شفت الناس أنه حبت هاي الأعمال وحبتني أنا بالأخص من شافه أنه أنا أشتغل هذا الشغل اللي أمثل مدينة الموصل بأعمال الفنية وبشغلات التراثية قديمة يعني شجعوني كلش على هاي الأعمال وبعد إنجازه للعديد من التصاميم عبر الشاب طاه خليل عن رغبته في دعم صناع المحتوى وأعمالهم الفنية ليستمروا في العطاء بالعلاق عندنا يعني ناس عندهم مواهب هواية بس ما بارزة فأتمنى تدعموهم فأتمنى توقفوهم معهم هسه أبسل شيء أنا عندي هالأعمال الفنية يعني بغرفة بسيطة كلش قمت أشتغل بها حسب الطلب يعني اتمنى تدعمونا الشخص الموهوب بلكن يفتح له مثلا ورشة أو محال مثلا أو إذا عندنا أصدقاء نجيبوا نشغلهم معنا ونشتغل حسب الطلب يعني اتمنى هذا الشيء يصير عندنا بالعراق يعني مو بس بالموصل بالعراق عامة